واشنطن تلهب التوتر بينها وبين الصين بإعلان الصيف الساخن فقد كشف البيت الأبيض النقابة عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار لم يقدم بيان البيت الأبيض تفاصيل وافية بشأن المساعدات الجديدة لكنه ذكر باقتضاب أن الحزمة تتضمن معدات للدفاع والتدريب العسكري وقبل ذلك أشارت مصادر أمريكية إلى أن المساعدات الجديدة تشمل أنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار تطمئن واشنطن حليفتها تايب بي بأن دعمها لها راسخ فقد اعتمد الكونغرس في ميزانية عام 2023 ما يصل إلى مليار دولار من مساعدات الأسلحة لتايوان بموجب سلطة السحب الرئاسي وهذه آلية تتيح للحكومة تقديم المساعدة العسكرية الطارئة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في وقت الأزمات ووسط كل هذه التحركات اتهمت بكين واشنطن بتحويل الجزيرة إلى برميلي بارود وشددت برارا على أن الدعم الأمريكي العسكري السخي لتايبي يعد انتهاك خطيرا للالتزام الأمريكي بمبدأ الصين الواحدة وفي إبريل الماضي بعثت بكين برسائل تحذير نارية لمن يهمه الأمر عبر مناورات تحاكي ضرب طوق حول تايوان الجزيرة التي تعتبرها إقليما منشقا ظل طريقه في التاريخ وسيعود حتما وكل ذلك يقاصر المحاولات الأخيرة لاحتواء التوتر بين الجانبين الصيني والأمريكي قبل أن تمضي الأمور نحو المواجهة الأخطر اشتركوا في القناة